بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الرابع في السكشن 1 بعنوان Analysis of Trusses في الجزء الثاني بالنسبة لمحتوى الجزء الثاني رح نتطرق فيه إلى Analysis of Trusses by Method of Joints وإن شاء الله رح نشتغل مثال عشان نفهم أكثر Analysis of Trusses by Method of Joints أو طريقة المفاصل هذه بالنسبة لطريقة المفاصل فيها two steps مرحلتين المرحلة الأولى تتمثل في Determine the reactions at C ports using the equilibrium conditions إيش معنى؟ لو مثلاً أنا عندي الترس هذا هنا في pin support عنده two reactions AX و AY مجهولين وهنا عندي roller أو rocker وهنا في BY مجهولة يعني عندي ثلاث reactions مجهولين عشان أحل الحكاية هذه لازم أكتب الإكليبروم conditions يعني مجموعة الفورس باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموعة الفورس باتجاه الـ Y بتساوي 0 ومجموعة المومنت حول النقطة A أو B بتساوي 0 لو كتبت هنا الثلاث equations أقدر أجيب الثلاث reactions المطلوبة AX و AY و BY بعدها أمر للمرحلة الثانية I will isolate each node and write the equilibrium equations إيش معنى هان؟ هنا أنه لازم تعزل كل node مثلاً C و B و D و A وتحاول تطبق عليهم الإكليبروم equations مجموعة الفورس باتجاه الـ X بتساوي 0 ومجموعة الفورس باتجاه الـ Y بتساوي 0 لكن هنا في ملاحظة لازم تبدأ بالnode أو joint اللي فيها only two unknowns يعني فيها بس عضوين مجهولين مثلاً هنا ما نقدرش نبدأ من النود C لأننا فيها ثلاث أجياء مجهولة وما تقدرش تبدأ أيضاً ويمكن هنا الأفضل أنك تبدأ بالنقطة A مثلاً أو B ليش لأنه فيه مجهولين بس تقدر تحل المسألة بكتابة two equations هذا نمر الآن إلى مثال عندي هنا structure مطبق عليها الف باوند في النقطة B و الفين باوند في النقطة A طبعاً هنا عندي كل الأبعاد المطلوبة بالنسبة للترس هنا بنلاحظ أنه عندي penned وهنا عندي roller فأبدأ بكتابة ردات الفعل الموجودة هنا مثلاً لو افترضت أنه عندي هنا C X وعندي مثلاً هنا C Y وهنا رح يكون عندي E Y هذه هي ردات الفعل الثلاثة عشان حلها لازم أكتب الثلاث equations متع الإكليبروم كنديشن مجموعة الفرسس باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموعة الفرسس باتجاه الـ Y بتساوي 0 مجموعة المومنت حول النقطة C بتساوي 0 وبالنسبة إلي لو الدوران عكس عقار بالساعة رح يكون positive أمر بعدها إلى المرحلة الثانية أعزل فيها كل نود لحاله وأكتب له E equilibrium equations أبدأ مثلاً بالنقطة A فيها عذوين بس يعني شيئين بس مجهولين وكتب مجموعة الفرسس باتجاه الـ X بتساوي 0 ومجموعة الفرسس باتجاه الـ Y بتساوي 0